تحاول الأقطاب السياسية المضي بتحالف عابر للطوائف والمكونات خلال اختيار المحافظين في سيناريو مشابه لإدارة دولة التوافق الحالي وطريقة توزيع المنصب نتابعها مع مصطفى علوش بتوجهاتنا مشابهة لمسار تشكيل الحكومة المركزية يسعى الإطار التنسيقي لاستنساق تجربة تعالف إدارة الدولة في تشكيل المجالس المحلية رؤيتنا تتضح من خلال مباحثات رئيس الوزراء مع القوى السياسية لإطفاء حالة من الاستقرار على عمل هذه المجالس طيفون سياسي يرى أن تكرار تجربة التحالفات العابرة للطوائف والمكونات هي أقرب السيناريوهات التي ستنضي بها قوى الإطار التنسيقي نجاح المجالس المحافظات لا بد أن تكون التحالفات التي تشكل هذه المجالس وتسمية المحافظ تحالفات منسجمة وأعتقد أن استنساخ تجربة تحالف إطارة الدولة عابر للمكونات كما أراده الإطار التنسيقي ممكن أن يتم استنساخها وأعتقد أن الأمر ذاهب بهذا الاتجاه هذا ما لاحظناه خلال تصريحات أغلب قيادات الإطار تحالفاتهن إذا ما تمت وفق مبدأ التوافقات بين القوى السياسية فستسرع من عملية تشكيل هذه المجالس إلا إن الإطار التنسيقي قد يصطدم بعقبة المحافظات الثلاثة التي تمكن محافظها من الضفر بأكثر من نصف حدد المقاعد بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة ستأخذ فترة في بعض المحافظات هناك ثقف زمني ستطلبها الزمان لأكثر من شهرين أو ثلاث أكون مجالس نعم السجمة خصوصا لإطار التنسيقي أعتقد أنها ستحقق حتى لو كانت محافظات غربية أو غيرها بسرعة وأمننا كبير بأن يعوى أن هذه المرحلة مفصلية في تأخير العراق وتنتظر القوى السياسية إكمال مفوضية الانتخابات النظر بالطهون المقدمة ومن ثم المصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي لتتحرك بشكل رسمي في تشكيل التحالفات تسابقا نحو تشكيل المجالس المحلية تنطلق فيه القوى السياسية كونها أحد بوابات الولوج المستقبلية لمجالس التشريع إذا ما تم النجاح في المشوار الخدمي مصطفى الوش الرابعة بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر